السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الاعزاء طلاب الصف الاول الاعدادي اهلا ومرحبا بكم مع مراجعة قصة عقبة بن نافع هنراجع على الفصول تسعة وعشرة واحداشر نبدأ بالفصل التاسع واول سؤال صمم ابن العاص بعد عودتي لولاية مصر على استئناف الفتوحات راحة الجيش استكمال الاضطرابات الداخلية يلا جاوب قبل انا ما جاوب على طول صمم على استئناف الفتوحات اتنين صمم عمر بن العاص على استئناف الفتوحات التي بدأها في طرابلس برقة فزان التي بدأها في برقة السؤال اللي بعد كده اختار عمر بن العاص نقط لاستكمال الفتوحات ابن حديج بصر بن ارطاء عقبة بن نافع اختار مين عقبة بن نافع اربعة اختار عمر بن العاص عقبة بن نافع لاستكمال الفتوحات بسبب مهارتي قرابتي حبه له اختاره بسبب مهارته الحربية خمسة كان عقبة بن نافع خبيرا باحوال البربر والروم. لانه اقام بينهم كم سنة? اربع خمس ست سنوات? الاجابة الصحيحة لانه اقام بينهم ست سنوات. ستة كلف عمر ابن العاص عقبة بان يقود الجيش متجها الى بارقة طرابلس فزان? كان عقبة يقود الجيش متجها الى بارقة. السؤال اللي بعد كده سيتولى عقبة قيادة الجيش المتجه لبارقة. من اجل مو وصلت الفتوحات تحصيل الضرائب كلاهما صحيح? يبقى كلاهما صحيحة توجه الى بارقة لمواصلة الفتوحات وتحصيل الضرائب. سؤال اللي بعده منع الكثير من البربر دفع الضرائب بسبب الفقر ظلم المسلمين انشغال المسلمين باحوالهم الداخلية. الاجابة الصحيحة انشغال المسلمين باحوالهم الداخلية. تسعة موقف عقبة من تكليف عمر ابن العاص له. الفرح والاغتباط الخوف الغضب طبعا الفرح والاغتباط. عشرة اتيحت لعقبة بن نافع الفرصة لانقاذ البربر من مخالب الفقر الوثنية الجهالة الثانية والثالثة اللي هي الوثنية والجهالة اه الثانية والثالثة. حداشر بدأ عقبة بن نافع اعماله الحربية بالتوجه الى لواتة برقة رابلس بدأ عقبة اعماله بالتوجه الى لواتة. اتناشر كان موقف اهل لواتة من جيش المسلمين. القتال الهروب اعلان الطاعة من جديد. كان موقف اهل لواتة من جيش المسلمين اعلان الطاعة من جديد. تلاتاشر وجد عقبة بن نافع اهل برقة. متمسكين بالاسلام. مرتدين عن الاسلام. بيعبدون الاوثان. وجدهم متمسكين بالاسلام كما تركهم منذ تلاتاشر سنة. اقام عقبة في برقة من اجل محاربة اهلها. نشر الدعوة الاسلامية. تدريب الجيوش. اقام في برقة من اجل نشر الدعوة الاسلامية. خمستاشر حزن عقبة سنة تلاتة واربعين هجرية بسبب وفاة مين؟ عمر بن العاص. معاوية بن ابي سفيان. هزيمة المسلمين سنة تلاتة واربعين هجرية حزنة بسبب وفاة عمر بن العاص. تولى حكم مصر بعد وفاة عمر بن العاص القائد معاوية بن ابي سفيان معاوية بن حديج. عقبة تولى حكم مصر بعد عمر بن العاص معاوية بن حديج. سبعتاشر ارسل معاوية بن ابي سفيان لمعاوية بن حديج جيشا عدته كم الف مقاتل عشرة عشرون ثلاثون ارسل له جيشا عدته عشرة الاف. تمنتاشر الخطة اللي اعدها معاوية بن حديج حققت نصرا عظيما متوسطا ضئيلا حقاق نصرا ضئيلا. السؤال اللي بعد كده من الفصل العاشر واحد كان عقبة وليا على مدينة طرابلس ولا فزان ولا بركة عقبة كان وليا على مدينة بركة. اتنين كانت علاقة البربر في بركة بعقبة ابن نافع. علاقة كراهية تعلق سيئة. كانت علاقة تعلق متعلقين بعقبة. تلاتة تعلق البربر بعقبة ابن نافع لانه كان بيحصل معاملتهم رفع عنهم مظالم الرومان. كلا هما صواب كلهما صواب. أربعة كانت مهمة عقبة في بركة الدعوة للإسلام تحصيل الضرائب تدريب الجنود كانت مهمة عقبة في بركة الدعوة للإسلام. خمسة جاء خطاب الخليفة معاوية بن ابي سفيان لعقبة بن نافع ليكلفه بفتح برقة ولا مصر ولا افريقيا جاء الخطاب من معاوية لعقبة بتكليفه بفتح افريقيا ستة ارسل الخليفة لعقبة بن نافع جيش عدده كم الف مقاتل عشر عشرين تلاتين ارسل له جيش عدده عشر تلاف مقاتل سبعة اقام عقبة في برقة كم سنة اربعة ولا خمسة ولا ستة اقام في برقة ست سنوات تمانية نادى عقبة في الباربر بالصلاة بالجهاد بتصدق نادى عقبة في الباربر بالجهاد تسعة موقف الباربر من دعوة عقبة لهم للجهاد رفضوا استجابوا تهربوا الباربر استجابوا لدعوة عقبة عشرة الجيش الذي سيقوده عقبة لفتح افريقيا بيتكون من العرب والباربر العرب والروم الباربر والروم ده كان لأول مرة بيتكون جيش من العرب والباربر حداشر كان هدف الجيش الاسلامي تحصيل الضرائب فرض الدين الاسلامي على الناس اعلاء كلمة الله كان هدف الجيش الاسلامي اللي تكون لأول مرة من العرب والبربر كان له غاية واحدة هدف واحد هي اعلاء كلمة الله السؤال اللي بعد كده انطلق عقبة بن نافع بيفتح مدينة ودان واللي كان فتحها مين قبل كده عبدالله بن سعد بصر بن ارطاء معاوية بن حديج اللي كان فتحها قبل كده بصر بن ارطاء تلاتاشر موقف اهل ودان من مغادرة جيش المسلمين لبلادهم ارتدوا عن الاسلام غادروا مع المسلمين تمسكوا بالاسلام اهل ودان اول مغادر جيش المسلمين ارتدوا عن الاسلام اربعتاشر كان ملك ودان واقفا امام عقبة مرفوع الرأس شجاع القلب منكس الرأس كان يقف منكس الرأس امام عقبة خمستاشر كانت الكلمات تزوب على شفتي ملك ودان لانه لا يستطيع التكلم يشعر بالغضب منع ارسال ضريبة الدفاع منع ارسال ضريبة الدفاع فرض بصر بن ارطأ على اهل ودان ضريبة كم بعير تلتمية وستين تلتمية متين وستين فرض عليهم تلتمية وستين بعير سبعتاشر كان موقف عقبة بن نافع من ملك ودان سجنه عزبه اطلق صراحه اطلق صراحه تمنتاشر المدينة اللي توجه اليها عقبة بعد فتح ودان طرابلس ولا فزان ولا شروس بعد فتح ودان توجه عقبة الى فتح مدينة فزان تسعتاشر تبعد مدينة فزان عن ودان مسيرة كم يوم بتبعد فزان عن ودان مسيرة تمن ايام السؤال اللي بعد كده عسكر عقبة على بعد كم ميل من فزان على بعد ستة ولا سبع ولا تمن اميال عسكر عقبة على بعد ستة اميال ارسل عقبة لاهل فزان من يدعوهم للقتال دفع ضريبة الدفاع الدخول في الاسلام الدخول في الاسلام موقف اهل فزان من دعوتهم للدخول في الاسلام رفضوا اختلفوا وافقوا اهل فزان وافقوا واستجابوا لنداء عقبة تلاتة وعشرين لم يعلن ملك فزان رأيه صراحة في دخول الاسلام لانه كان وثانيا لا يؤمن بالاديان مسيحي يهودي ملك فزان كان وثانيا لا يؤمن بالاديان اربعة وعشرين اندهش ملك فزان لما قبل عقبة لانه كان جالسا في قصر جالسا في خيمة يهدده بالقتل لانه كان جالسا في خيمة وسط رجاله خمسة وعشرين المسلمون لا ينكلون بالاسرة لان الدين يمنعنا من ذلك لخوف المسلمين من الانتقام كلا هما صواب المسلمون لا ينكلون بالاسرة لان الدين بيمنعنا من ذلك ستة وعشرين صارع اهل القرى بدخول الاسلام حتى يهربوا من ضريبة الدفاع كراهية الحكم البيزنطي حبا في المال صارع اهل القرى بدخول الاسلام كراهية للحكم البيزنطي سبعة وعشرين فرض عقبة ابن نافع ضريبة الدفاع على اهل فزان وكان قدرها كان بعير تلتمية تلتمية وستين متين فرض على اهل فزان ضريبة كانت تلتميت بعير تمانية وعشرين ازداد عدد المسلمين الذين يعرفون لغة دينهم لان عقبة اكبرهم على ذلك ترك في كل قرية نفرا يعلمون اهلها اللغة العربية والدين فرض عليهم ضريبة الدفاع ازداد عدد المسلمين لان عقبة كان يترك في كل قرية بيفتاحها نفرا يعلمون اهلها اللغة العربية والدين الاسلامي. الفصل الحداشر. بنى عقبة مدينة ايه? لتكون عاصمة للدولة الاسلامية? بنى مدينة القيروان. اتنين. تم بناء القيروان لتكون عاصمة للدولة مكر للجيش. كلهما صواب? كلهما صواب. اختار عقبة نقط لبناء القيروان على ارضها. فزان والدان اختار قامونيه. اربعة كانت قامونيه بعيدة عن البحر. قريبة من البحر. كثيفة الاشجار. الاولة والتالتة. الاولة والتالتة. كانت بعيدة عن البحر. وكثيفة الاشجار. خمسة. لم يسكن نقاط قامونيه. البربر والروم. العرب والبربر. العرب والروم. لم يسكن الروم والبربر قامونيه. ستة. لم يسكن البربر والروم قامونيه. لانها بعيدة عن البحر. مليئة بالسباع والافاعي. شديدة الحرارة. لم يسكنوها لانها مليئة بالسباع والافاعي. سبعة. طلب عقبة من الجنود. الخروج من قاموني زراعة اراضي قاموني تطهير المكان طلب منهم تطهير المكان من السباع والافاعي تمانية زلت قاموني كم سنة لم يدخلها افعى او وحش تلاتين اربعين خمسين اكد المؤرخون ان هذا المكان لم يدخله افعى او وحش لمدة اربعين سنة تسعة ركز عقب ابن نافع ايه وقال هذا قيروان كم ركز رمحه عشرة بدأ المسلمون ببناء نقط في القيروان بدأوا ببناء دورهم بيوتهم حداشر بدأ عقب ابن نافع ببناء ايه في القيروان بدأ ببناء المسجد الجامع اتناشر استمرت عملية بناء القيروان من سنة كام لكام من سنة خمسين لخمسة وخمسين ولا من ستين لخمسة وستين ولا سبعين لخمسة وسبعين هي استمرت خمس سنين من خمسين لخمسة وخمسين وبكده يبقى احنا راجعنا على ثلاث فصول القصة بتمنى لكم التوفيق في الامتحانات بشكركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته